اذا كان الجزائر لا تملك اي مصلحة في هذه القضية فتلك كارثة انك تصرف اكثر من 500 مليار دولار من اجل قضية ما عندكش فيها حتى مصلحة هناك كارثة هناك كارثة واذا كان عندك مصالح معينة قل لي اما تقول لي بان قضية تتعلق بالقضايا العادلة والجزائر مكة الثوار وكذا فالجزائر والله حكت الثوار وش من مكة الثوار هذا ممكن كانت في زمن معين او قبلة الثوار وما الى ذلك والله قنبلة الثوار هربوا لها سوريين مساكن تم قبض عليهم وسجنهم واخرين تم طردهم عن طريق الحدود واخرين ايضا تم ارجعهم الى نظام الاسد وبينهم من تم اعدامهم وش من قبلة الثوار وبكت الثوار وبكت الثوار والله حكت الثوار وقنبلت الثوار هذه هي الحقيقة هاي قولي تقرير مصير الشعوب يخلي طرحك السحراويين ذوك اللي يراهم عبارة عن رهائن يقروا مصيرهم يحبوا يبقوا ولا يروحوا هذه هي الدليل تركيا لما فتحت مخيمات للسوريين قالت لهم مرحبا اللي يحب يقعد يقعدوا اللي يحب يروح الله يسهل علي لم تسجنهم ولم تعتقلهم ولا درت لهم أجهزة أمنية حراسة ولا درت لهم دولة داخل الدولة ونفس الشيء بالنسبة للأردن وغير أهل المهم وهناك من يستغل قضية السحراء ليغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة ثم بعد ذلك تحدث الملك هناك من يستغل قضية السحراء للتغطي على مشاكله الداخلية الكثيرة لا يوجد من يستغل في هذه القضية ويفتعل العداء للمغرب من أجل قضايا داخلية مثل الجزائر هذا كلام واضح عن الجزائر يا جماعة الجزائر تعاني من أزمات داخلية وتحتاج إلى بعبع خارجي فتستعمل المغرب في إطار قضية السحراء ليس إلا الدولة عندما تكون لديها مشاكل داخلية تحل المشاكل الداخلية الجزائر بلد غني بالغاز والنفط وكل الثرواء ما يحتاج نستورد مشاكل خارجية من أجل احتواء المشاكل الداخلية القانونية لخدمة أهداف سياسية ضيقة بهؤلاء أيضا نقول إن الشراكات والاتزامات القانونية للمغرب لن تكون أبدا على حساب وحدته الترابية وسيادته الوطنية وهذا أيضا يتضح من خلال بعض الأطراف الدولية ويتضح ما من خلال الجزائر أيضا ثم تحدث وجه رسالة إلى الأمم المتحدة وقالهم حان الوقت لتحمل المسؤولية لإنهاء هذه القضية ثم أيضا دع المغاربة إلى تضافر الجهود من أجل هذه القضية ومن أجل خدمة وطنهم وتحدث عن بعض الإجراءات التي تخص المغاربة وتخص الجاليات المغربية في الخارج لقد حان الوقت لتتحمل الأمم المتحدة مسؤوليتها وتوضح الفرق الكبير بين العالم الحقيقي والشرعي الذي يمثله المغرب في صحرائه وبين عالم متجمد بعيد عن الواقع وتطوراته شابي العزيز إن المرحلة التي تمر منها قدية وحدتنا الترابية تتطلب استمرار تضافر جهود جميل الملك محمد السادس وجه رسائل واضحة للجزائر مفادها إذا كنتم تراهنون على هذه القضية فقد انتهت حسيمة داخلية وحسمها خارجي يتجه الحسم الداخلي تجلى من خلال مواقف الصحرائي ثم بعد ذلك الحسم أيضا تجلى من خلال التنمية والمشاريع المفتوحة والمشاريع الأخرى الخارجية القادمة وأيضا من خلال التوجهات الدولية نحو الحكم الذاتي ونحو الاعتراف المغربية الصحراء هذه القضية حسمت حسما لا رجعت فيه وأن ما يتشبث به النظام الجزائري هي من أوهام الواضي وهي حكايات تجاوزها الزمن وإجراءات عفى عنها الزمن وأن القادم هو الأفضل للجميع في إطار إيجاد حل نهائي عن طريق سيادة المغرب على الصحراء وفي إطار مقترح الحكم الذاتي هذه رسالة حاسمة وصادمة وصارمة في ظل التحولات التي سيشهدها العالم وتشهد هذه القضية مع عودة ترامب إلى البيت الأبيض ولكن رغم ذلك الملك مد يأيديه للجزائر فقال لهم نحن اقترحنا الحكم الذاتي بطريقة غير مباشرة الحكم الذاتي من أجل حفظ ماء وجه الجزائر التي ضيعت ماء الحياء من وجهها للأسف نتكلم عن النظام وليس على الدولة الجزائرية والشعب وطبعا النظام أساءل الدولة وأساءل الشعب فهذه الأهل الفرصة موجودة والطريق واضح والطريق بين ودون هذا الطريق فأنتم تضيعون ثروتكم وتضيعون جهودكم وتسيرون في طريق لا نتائج منها إذا كانت لديكم رغبة أعطى لهم مثال إلى المحيط الأطلسي مرحبا فعندنا مبادرة في هذا الجانب يعني فيها رسائل صارمة وصادمة وفيها أيضا رسائل سلامة وأمان وأيضا فيها رسائل حب ومودة والأياد المفتوح إذن إخواني الكرام خطاب الملك هذه المرة كان واضحا وبينا وشفافا وموجه إلى الجزائر وعلى النظام الجزائري راه في يده كل شيء وفي يده القرار خاصة مع ما هو آد لأن الأفضل هو الحوار والجلوس على طاولة المفاوضات مع الأشقاء المغاربة ومعالجة هذه القضية في جو عائلي وأخوي لأن القادم ستصير هذه الأجواء التي نتحدث عنها من أوهام الماضي وهذا الذي نخشاه على بلادنا وعلى شعبنا وعلى دولتنا وعلى منطقتنا وعلى شعوبنا المغاربية لأن القادم ليس مثل ما مضى وأوهام الماضي لن تحقق شيئا من أحلام المستقبل سوى تلك الكوابيس القادمة حتما في هذه القضية التي شكلت نزيف للجزائر وخزانتها العمومية وأهدرت حتى قيمتها ومقامها وقيمها وقامتها بين الشعوب والأمم صدقوني يا حكام الجزائر لا يوجد عداء من المغرب وتجلى واضحا من هذا الخطاب الذي لا فيه عدائية ولا عدوانية شخص الوضع وأعطى العلاج وفتح الأذرع أيضا فاغتنموا الفرصة لأن القادم لا يمكن أن يكون إلا الندم على الفرص الضائعة وغوغ كلا 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر